مشاهدي قناة المكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 35 الطرح التقنية الاعتيادية الجزء الأول لنبحث جميعا لنحسب المسافة بالتدريجة التي ستقطعها الحلزونة بعد تحديد نقطتي الانطلاق والوصول لنحسب المسافة بالتدريجة التي ستقطعها الحلزونة بعد تحديد نقطة الانطلاق والنقطة الوصول النقطة الانطلاق هي هذه ونقطة الوصول هي هذه فالمسافة بالتدريجة التي ستقطعها الحلزونة هي ماذا؟ فلاحظوا أن تبدأ من هنا إذن الانطلاق خمسون، واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلاثة وخمسون، أربعة وخمسون، خمسة وخمسون إذن كل تدريجة بواحد خمسة وخمسون، الجينية ستة وخمسون وغيرتوصل خمسة وسبعون، ستة وسبعون، سبعة وسبعون، وغيرتوصل لسبعة وسبعون، لتدريجة سبعة وسبعون إذن باش نعرفوا المسافة اللي غيرتخطعها شنو غاد نديرو غاد نديرو نقطة الوصول ناقص نقطة الانطلاق يعني الفرق ما بين نقطة الوصول ونقطة الانطلاق بمعنى سبعة وسبعون ناقص ستة وخمسون فهالتدريجات هما الفرق غاد نحسبوها التدريجات واحد، اتنان، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمني، تسع، عشرة، إلا المسافة التدريجة هي واحد وعشرون 잡ليك بشغلقناها دلنا سبعة وسبعون نقصنا منها ستة وخمسون احسبنا التدريجات فحصلنا على 21 تدريجة تدريجة للمسافة بالتدريجة التي ستقطعها الحلازونة 21 تدريجة الحصة الثانية أفهم وأطبقه تبلغ مريم 14 سنة من عمرها ويبلغ أبوها 37 سنة إذن مريم 14 سنة والأبدية لها 37 سنة ما هو الفرق بين سن البنت وسن والدها الفرق هو الأبدية لها 37 وهي 14 سنة الفرق بينتهم ندروا 14 نقصها من 37 إذن 37 ناقص 14 هكذا لقي من الواحدة تحت الواحدة والعشرات تحت العشرات 7 ناقص 4 ردوا معي البال كيفاش غدين نجزال العملي إما غدين ديروا 7 دير الشريطات ونقصوا منهم 4 نقصوا منهم 4 1-2-3-4-5-6-7 أدو 7 ونقصوا منهم 4 1-3-4 يتبقى 3 أو لك ندروا طريقة أخرى نبدأوا من العدد اللي صغير ونوصلوا للعدد اللي كبير نبدأوا بـ 4-5-6-7 لين يساوي 3 أيضا وأسهل طريقة هي نبدأوا بالعدد الصغير باش نوصلوا للكبير إذن 7 ناقص 4 4-5-6-7 إذن أضفنا 3 3 ناقص 1 ومن رأخرة إما غدين ديروا 3 ونقصوا 1 أو لك نبدأوا من 1 باش نوصلوا للتلاتة 1-2-3-3 إذن أضفنا 2 الفرق بين سن البنت وسن والدها 23 سنة الفرق بين أتوم 23 سنة ثانيا في حافظة نقودي 65 درهم إذن عندي في البسطان ديالي 65 درهم كم ينقصني لشراء هذه الدمية 8 ديال الدمية 9 و 8 درهم فاش حال نقصاني غدين دير 8 ديال الدمية ناقص ذاك الشي اللي عندي ناقص 65 9-5 إما غدين ديروا 9 ونحيدوا منها 5 أو لك نبدأوا من 5 باش نوصل لتسعة 5 6 7 8 9 كم أضفنا 4 بنفس طريقة 8 ناقص 6 6 7 8 أضفنا 2 إذن ينقصني 24 درهم بقى خاصة 24 درهم ثالثا أنجز عمليتي الطرحي الممكنتين للعملية ديال الطرح اللي ممكنة غدين نجزوها بك خاصة نجزو جوج ديال العمليات عندنا ثلاثة فاوحدة غير ممكنة غدين نشوفوا هذي اللي غير ممكنة 8 ناقص 7 يساوي كم 8 ناقص 7 إذن 7 غدين نضيف لها 1 باش نوصل 8 7 ناقص 2 2 شحل نضيف لها باش نوصل لها 7 نضيف لها 5 إذن 5 6 7 6 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 5 ناقص 6 لا يمكن ف56 إذا بغنا النقص منها 63 لا يمكن لأن 56 أصغر من 63 ما يمكننا النقص واحد العدد الكبير من واحد صغير ثم 9 ناقص 8 يساوي 1 لأن 8 زائد 1 9 7 ناقص لا شيء يساوي 7 لأن 1 و 7 أما هذه العملية فغير ممكنة ثم رابعا أضع و أنجز 98 ناقص 7 ما كذا لأن 8 ناقص 7 يساوي 1 لأن 7 زائد 1 يساوي 8 9 ناقص لا شيء يساوي 9 3 3 و 8 ناقص ناقص و 6 3 ناقص 1 إذن 1 زائد كم يساوي 3 زائد 2 و 8 ناقص 6 إذن 6 زائد 2 8 فالفرق و 22 ثم بنفس الطريقة 8 و 40 ناقص 7 و 30 8 ناقص 7 أو 7 زائد كم للحصول على 8 زائد 1 4 ناقص 3 1 أيضا للفرق و 11 و ثبت تعلماتي لنحسب فرق العددين 97 و 54 للمرحلة اللولة الخطوة اللولة كنوضع العملية كنوضع الوحدة تحت الوحدة والعشرة تحت العشرة ثم أطرح الوحدات 7 ناقص 4 ثلاثة بعد ذلك أطرح العشرات 9 ناقص 5 4 فالفرق هو 3 و 40 المعجم أطرح الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات العشرات تحت العشرات وبهذا ننهي تمارين صفحة 35 نلتقي في صفحة 36 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني والتي ظاهرة أمامكم في البلاي لسوء بالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر